اشتركوا في القناة انه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك ان لم تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب يعقوب ابن اسحاق اخو عيسو ومعنى اسمه المراوخ او الشخص اللي بياخذ مكان غيره يعقوب اللي اتفق مع امه رفقة بان يستنكر ويأخذ البركة اللي كان ابوه مجاهزها لاخو عيسو وكذا بيأعطاه اسمه لابوه بسبب ابوه كان ضرير والان يعقوب بيتقابل مع الرب وبيتواضع وبيطلب البركة يعقوب كان شخص ما اعتمد على المراوغة ولذات ولكن الان حصل خلق في فقده وابتدأ يعتمد على العصة يعني اكتشف انه هو محدود والمراوغة ما راح تقدر اتساعده النقطة الثانية هو انه بعد المصارعة مع الملاك انسأل ما اسمك وهذا ذكر يعقوب باخر مرة انسأل عن اسمه من ابوه منسأله وهو كذب وقال انا عيسو وقت اللي سرق البركة من اخوه ولكن اهنان اعترف باسم الحقيقي وما يقدر انه يكمل بالخداء مع ملاك الرب شنوال ممكن نتعلمه من هذا الدرس فراحة في كثير امور محتاجين نتعلمها لكن اللي نفهم انه ما نقدر نتراوغ ونمثل لان الله كاشفنا الله اللي فعلا نتقابل مع يعقوب وسوى بيشغله انه بدأ يعترف انه ما يقدر يعتمد على نفسه لكن اعتمد على العصى الله يريد انه يغيرنا نيجي لالله بارادتنا وبحقيقتنا وهو قادر ان يغيرنا هو يريد يشوفنا ونجي لك بكل صراحة وبحقيقتنا الله بيشوف القلوب ممكن عمالنا بدل شي ثاني قدام الناس لكن الله بيركز على القلوب صلاتنا خلينا خلي تكون هاليوم يا رب لم اتركك ان لم تباركني لم اتركك ان لم تغيرني لم اتركك ان لم تخليني ان اكون فعلا ما اعتمد عليك انت وليس على اسلوبي وتعاملاتي وفكرتي وحكمتي وربي بارككم وقروا القراءة مرة ثانية اكيد فيها دروس ثانية تقدرون تتعلمون من قدها ونشوفكم بخير ورب معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة